بيرصد ايه اسباب تراجع الاحترام للناس من وجهة نظر اهلنا في الطريق والشارع اللي هو اكتر حاجة بتتعرض ليلة الاحترام احنا عندنا الاحترام بس ما بيكونش ما بين الناس وبعضهم الاحترام ممكن يكون على فكرة للمدرسة احترام للمسجد احترام للبيت احترام للشارع الاحترام قيمة اوسع بكتير من احترام الناس لبعضها التقرير قال ان الناس قالت ان التربية عامل اساسي وسبب اساسي في ليلة الاحترام الناس ما بقوش يربو زي زمان التعليم وكمان الناس قالت الاعلام والسوسيال ميديا وقالوا كمان القدوة ما بقاش فيه قدوة وكمان الناس مع عدم وجود القدوة كل واحد فيهم عايز بمساوئ الاخلاق وعدم الاحترام يبقى بطل وكمان قالوا ان فيه اختلاف في الاجيال الأسباب دي كلها بتقول لنا احترام الناس الناس موجوعين منه عارفين ليه؟ لأن احترام الناس لبعضهم لابنى من أهم لابنات الحياة لما بنفقدها الوجع بيزيد والناس ألمها بتزيد وبيحس الإنسان إنه هو وكأنه إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي هزة اللي حصل؟ ده أنا مش قادر أتحرك مش قادر أعيش فاحترام الآخر من أهم لابنات اللي بتحسسنا إن المجتمع له حرمة في حاجة اسمها حرمة المجتمع قدسية المجتمع وعشان كده الناس لابد إن هي تحترم بعضها لإني ده اللي بيعمل رحم ما بين الناس وعلى فكرة الرحم ده ما بين الناس إن الناس كلها تحس إن هي جاية من نفس الرحم اللي هو المجتمع ده ملوش دعوة لب مكانة الناس ولا بفئتهم ولا بطبقاتهم ولا بمساكنهم الاحترام احترام عام أنا فاكر إن لغاية دلوقتي كان الناس أي حد بيساعدنا أي حد بيكون في مرتبة معاون الخدمة فاسمه عم فلان حتى أنا وكبير بقوله يا عم فلان ليه؟ لإن احترام الناس ده قيمة مطلقة فاحنا بنحترم الناس دول علشان هنا كل الناس بنحترمهم بحترم ابني بحترم زوجتي بحترم أولادي بحترم كل الناس اللي معانا بحترم الحارس بتاع البيت بحترم كل الناس عشان كلنا خلق الله ما فيش حد ليه ميزة على التاني لا فضل لأعربي على أعجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الاحترام واجب على الكل وزي ما أنا أقول كده إن احترام الآخر هو فرض عيني على الجميع كله لازم يحترم كله وجزء من احترام الناس إننا نحترم احتياجاتهم بإننا نفهمها والرعيها وإننا نسعى بكل جهد إن احنا ما نحملش ناس فوق ما يطيقه إحنا دلوقتي وأنا بكلمكم والأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دي لازم يظهر فيها احترام الناس ما نعرضش حد اللي مهانة اللي نقدر نساعده لازم نساعده لإن احنا لما نساعد الناس ده جزء من معنى الاحترام فالحال الاقتصادية تجيب علينا إن احنا نحترم أوجاع الناس واحتياجاتهم ولازم نحترم كمان أموال الناس كفايانة مستريحين كفايانة مستريحين المستريح ده نشأ على إن في حد رباه على إنه ما يحترمش الناس ما يحترمش تعبهم وشآهم اللي جابوا الفلوس دي بالكد والتعب والعرق والمعاناة إزاي منعوا من قوتهم ويجي لواحد ده أنا مش عارف الشخص اللي اتاخدت فلوسه ده هيتحمل ده إزاي بس على فكرة ده ما يعنيش إن أنا بقول إنه هو مش غلطان إنه هو ما خدش كل إجراءاته الاحترازية لكن أنا بقول في نفس الوقت الشخص ده في واحد ما احترمش تعب ومعاناته كمان لازم نحترم أمن الناس وبلاش بقى التهاون وعدم احترام أعراض الناس كفايانة سخرية على بعض أنا معرفش إيه حكاية إن إحنا نقلش على بعض ده هو واحد يبقى هو القلش ده مش ممكن يتصنف على إنه تنمر ما كفايانة تنمر على بعض كده ونأذي بعض ويفضل واحد موجوع في قلبه لإنه حد يضحك عليه لازم الناس تحترم نوضوط فعل بعض ومحدش يتلاعب بمخاوف الناس ويبقى خده والناس كلها تتحك خلي بالك إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة احترام لي قلبه محترم فتبسم في وجهه عشان تحسسه إنه محترم وعشان كده بقولك حاجة مهمة أول في فرق كبير بين إنك أنت تضحك تضحك في وجه أخيك وإنك تضحك على أخيك لما تضحك في وجه أخيك أنت بتحترمه لكن لما تضحك على أخيك أنت بتهينه مفيش حد بيحترم حد ويخليه لعبة وأضحوك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يحترم الناس ويقدرهم بعيد عن منظومة أخلاق الإسلام في بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كإني مسألة احترام الكبير ورحمة الصغير هي عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننهى عن المنكر اللي هو ابتزال الناس وإهانتهم ونأمر بالمعروف اللي هو احترام الناس احترام أن الصغير محتاج لرحمة واحترام أن الكبير محتاج لتوخير فالإسلام أمرنا أن احنا نحسن للناس في كل الأحوال ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هناك أمرا مطلقا وكولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام الناس وأن ننزل الناس منازلهم فيأتي الحديث في مقدمة صحيح مسلم عن السيدة عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم يبقى إيه اللي حاصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه يبقى ونشوف فقا حضرة النبي ويقدمنانا الاحترام في أجل سوره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بأبيه وأمي وما فيش حد كان بيحترم الآخرين زي حضرة النبي شوف توقيره في أهل السير بيقولوا إيه بيقولنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل رسول الله عليه وسلم مكة وإيه اللي حاصل ودخل المسجد فسيدنا أبو بكر فرح أن حضرة النبي جه ودخل مكة وحصل الفتح المبين فأتى بأبيه وكان أبوه رجل كبير فأتى بأبيه يقوده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على حضرة النبي وحضرة النبي إيه تهلل وقف له كده بيقوله فقاله سيدنا أبو بكر هل لا تركت الشيخة في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه يعني بيقوله أنت جبت والدك ليه كنت أنا لنروح له حضرة النبي شوف الجمال فقاله سيدنا أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك وأن لا أن تمشي إليه أنت فحضرة النبي رح أعمل إيه شوف الأدب شوف الاحترام أجلاسه بين يديه لسه ما أسلمش لغاية دلوقتي أجلاسه بين يديه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال أسلم فأسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا نحترم الكل ونخلي التوقير توقير مطلق والاحترام احترام مطلق للكل خلي بالكم الاحترام ده هو اللي بيحسس الإنسان أن المكان ده مكانه عارف أن الناس كتيرة إلا حاصل بتحسس مكانها لأنها مش محترمة فيه ولذلك بيبقى من إجلال الله سبحانه وتعالى أن احنا نحترم الناس أن من إجلال الله شوف من إجلال الله أي تبجيله وتعظيمه إكرامه ذي الشيبة المسلم أن أنت تكرم الناس وذلك الإسلام ما سبناش نتخبط علمنا إزاي نحترم الناس وإزاي يتحقق الاحترام في المجتمع والتقدير في حديث سيدنا أبو هريرة بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه اللي حاصل يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير كانه عايز يعمل إيه تعالوا نرجع للحديث ده تاني يقولك يسلم الصغير على الكبير وكانه بيقوله إيه مش التسليم ده عقد عقد أمان أيها الكبير أدخلني في أمانك فيسلم الصغير على الكبير عشان يدخل في أمان الكبير يبقى خلاص هو في رعايته والمار على القاعد الشخص اللي هو مار اللي هو ممكن يتعرض للايه لمشكلات يسلم على القاعد عشان إيه عشان القاعد ده مطمئن فيأمنه فيمشي كده في أمانه ويسلم القليل على الكثير وانت طبعا واضح جدا إن القليل يدخل في الكثير فيحس فيحس بالدفء احترام الآخر بيحسسنا بالدفء بيحسسنا إن إحنا كرمتنا مصانة عارف ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا عارف معناها إيه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لازم تعمل كده وإذن حضرت النبي يقول لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي أما بالعياذ بالله اللي إحنا بنعيشه بقى في بعض الأحيين تشوف بقى بزيء الكلام ونوع من أنواع التطاول والتعدي ما لهاش دعوة بأخلاق الإسلام في شيء لإن حضرت النبي علمنا وأشار إلى كده ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ترجمة نانسي قنقر